وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 212 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 40 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 172 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 710 قضايا من بينها 194 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات اشتركوا في القناة